السبسي سلاح قاتل او في النشل والسرقة تحت تهديد السلاح وكانوا يشترون الخمر من تجار تخصصوا في بيع الخمور المهربة من سبتة المحتلة ومع ان المكان كان بعيدا الى حد ما عن الدور السكنية فان صراخ اولئك المتسكعين والضجيج الذي كانوا يحدثونه كان يتناهى الى اسماع السكان وهم في بيوتهم وكم كان محرجا للاباء والابناء على حد سواء سماع تلك الكلمات النابية التي كان يتلفظ بها اولئك المتسكعون والهامشيون حين تلعب الخمرة برؤوسهم كثيرا ما رفعت شكايات الى السلطات وكثيرا ما تم التدخل والقبض على بعض من اولئك المتسكعين ولكنهم لا يلبثون ان يعودوا الى جوار المقبرة والى عاداتهم تلك المسامرات كانت كثيرا ما تنتهي بمشاجرات بل ومعارك بين المتسامرين غالبا ما يتنفس الصبح عن وجوه علتها كدمات بادية وعيون منتفخة تشهد على ان صاحبها نال من اللكم والضرب ما نال كانوا يصبحون هناك وقد افترشوا قطعا من ورق الكارتون والتحفوا اسمالا بالية وحين يكون الجو ماطرا فانهم يلفون اجسادهم بما تيسر لهم من اغطية بلاستيكية في تلك الليلة من ليالي اكتوبر من العام 75 تسعمائة والف تحلق الهامشيون والمتشردون حول نار اشعلوها في قطع خشبية كانت ليلة باردة وجاءوا بخمورهم كانوا في اغلبهم شبانا ذوي بنيات عضلية قوية تتلأم مع اصواتهم المزمجرة حين يتبادلون الشتائم والسب ولكن احدهم كان يتميز عنهم بنحافة جسمه وبنيته الضئيلة وتبعا لذلك فانه كثيرا ما كان هدفا بسبب او بدون سبب ما يميز هذا المتسكع ايضا عن بقية المتسكعين انه لم يكن يعاقر الخمر ليس ايمانا وتقوى بل لانه كان يعوضه بالكيف ولذلك في كل جلسات الرذيلة تلك كان يظل ممسكا بالسبسي كان يشرب جرعات متكررة وفي ظلمة الليل كان يحدث وميضا متوهجا كان النحيف معروفا بين رفقته بلقب الزواق ومعناه بالفصحى الزئبق وقد اكتسب تلك الكنية لانه كان يتميز من بين من يتعاطون السرقة بالنشل بسرعته في الافلات ممن يريدون الامساك به في حدود منتصف تلك الليلة تناول المتحلقون حول النار كميات كبيرة من الخمر ولسبب ما بدى لاحدهم ان يعبث باضعافهم الزواق تقدم نحوه وصفعه بقوة حاول النحيفا يحتج ولكن ما فاه به ضاع وسط قهقهات المعربدين كان المعتدي ذو البنية المجتنزة يضحك ويتمايا لفرط ما تناوله من خمر امسك بملابس الزواق امسك به جيدا وعاود صفعه تجمع وكأنه يحمي رأسه من السقوط وبرغم ما تلقاه من صفعه فانه ظل ممسكا بالسبسي على ضحك الهامشيين وفي غفلة من ذي البنية المكتنزة افلت الزواق وفر المسرعا نحو عمق المقبرة ارتفعت اكثر قهقهات السكارة ظن مكتنز البنية انهم يسخرون منه ولذلك بادر الى اللحاق بالزواق تبعه الى المقبرة هدأت ضحكات المتحلقين حول النار وفي لحظة ما ساد الصمت وفجأة جاءت من عمق المقبرة صرخة الله عيني بعدها لا شيء كان الصوت صوت ذي البنية المكتنزة نهض بعض المتحلقين حول النار وجروا الى عمق المقبرة كان واقعا على الارض فاقدا الوعي كذلك بدى لهم للوهلة الاولى حاولوا ايقاظه ولكنهم ما لبثوا ان ادركوا ان صاحبهم قد مات في الصباح لما اكتشفت جثة ذي البنية المكتنزة حضرت الشرطة تم رفع الجثة الى مستودع الاموات كان سكان الحي المجاور يعرفون افراد تلك المجموعة وقد ساعد ذلك المحققين في الوصول وبسرعة الى اولئك المتسكعين واعتقال عدد منهم قبل المساء كان الباحثون قد تمكنوا من اعادة تركيب المشهد قبل تلك الصرخة المدوية الله عيني وعلموا ان اخر من احتك بالقتيل هو النحيف المعروف بالزواق كل الشهادات التي استقاها المحققون وكل الاقوال التي ادلى بها المتسكعون مضت الى ان الهالك سقط لسبب غير معلوم وانه فارق الحياة بسبب غير معلوم ايضا في مستودع الاموات انتهى الطبيب بعد معاينة الجثة الى ان الوفاة كانت وفاة طبيعية وان السبب على الارجح افراط ذي البنية المكتنزة في شرب الخمر ركز المحققون وهذا طبيعي على الزواق ولكنه لم يحصلوا منه على اي اضافات فقد ظل يؤكد ان ذي البنية المكتنزة بعدما لحق به سقط لسبب غير معلوم ما كان يحير المحققين ان الطبيب الشرعي خلص بعد معاينة الجثة الى ان الوفاة طبيعية لم تكن الجثة تحمل اثر جرح او ما يدل على ان الوفاة كانت ناتجة عن عنف ما كانت جثة ذي البنية المكتنزة ممددة على طاولة التشريح كان يبدو كالنائم عيناه مغمضتان ووجهه خال من كل تعبير في سياق الاستماع الى اقوال رفقة الهالك سجل العميد المكلف بالتحري حول هذه الوفاة انهم اجمعوا على ان اخر ما نطق به ذي البنية المكتنزة الله عيني كانت صرخته الاخيرة ظلت الصرخة تتردد في فكر العميد كثف الضغط على الزواق الذي اعترف بانه قتل ذي البنية المكتنزة مضى الى انه قتله بسكين كان العميد موقنا بان اي سكين لم تستعمل في الاعتداء على الهالك وقتله وكان هدفه ان يربك الزواق عله يحصل منه على ما قد يكون يخفيه باغته بان سأله عن السكين التي استعملها في قتل ذي البنية المكتنزة اجاب الظنين بانه اخفاها في المقبرة كان العميد يعلم علم اليقين ان الزواق هذا النحيف انما اعترف بما اعترف به لتفادي التعرض لمزيد من الضغط ولذلك احضر مدية من عند جزار وكانت تحمل اثر دم وامر احد مساعديه بدسها في مكان من المقبرة على ان يخرجها حين احضار الظنين لاعادة تمثيل جريمة القتل المفترضة في صباح اليوم التالي توقفت سيارات للامن الوطني بالقرب من المقبرة نزل العميد ومساعدوه كان الزواق مصفدا توجه الجمع الى المكان الذي سقط فيه ذو البنية المكتنزة هناك طلب من الظنين ان يعيد تمثيل الوقائع التي سبقت سقوط الهالك في تلك الاثناء جاء احد المفتشين يحمل السكين الملطخة بالدم لما تسلمها العميد قال للزواق الان انتهى التحقيق لقد اعترفت بانك قتلته وها هي اداة الجريمة بين ايدينا سنحيلك على المحكمة التي ستحكم عليك بالاعدام كان العميد يتحدث بهدوء انفجر الزواق باكيا قال انه لم يستعمل السكين وانه من الجبن بما لا يستطيع ذبح دجاجة تلك هي اللحظة التي سعى العميد الى الوصول اليها تلك هي اللحظة التي استغلها ليطلب من الظنين ان يدلي بكل تفصيل حتى ينجو من حبل المشنقة اعاد الزواق الحكاية كاملة ولما بلغ تلك اللحظات التي هاجمه فيها ذو البنية المكتنزة قال انه اتقى لكمة قوية وجهها اليه الهالك قال انه كان ممسكا بالسبسي بيده وان ذا البنية المكتنزة تعثر لحظتها وبينما كان يهوي دخل عد السبسي في عينه ولذلك صاح الله عيني قبل ان يسقط جثة بلا حراك طلب العميد من الزواق ان يدله على المكان الذي اخفى فيه السبسي كان في جانب قبر غير بعيد وكان به اثر دم عاد العميد لمستودع الاموات وطلب اجراء فحص جديد لجثة ذي البنية المكتنزة كشف الفحص ان بعينه اليسرى اثر مرور السبسي كان الثقب غائرا افضى الى الدماغ ولذلك كانت الوفاة مفاجئة اقفل المحضر وتمت احالة الظنين على النيابة العامة ملافاتون بوليسيا ملافاتون بوليسيا ملافاتون بوليسيا